موسيقى 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 سعاد صباحكم من جديد بفقرتنا الطبية رح نتحدث عن متلازمة بورهيف وهو الاستفراغ المتعمد مع الدكتورة نغم القرى قولي سعاد صباحك دكتورة خصائية جراحة عامة وثدي ومنظر أهلا وسهلا فيك أهلا فيك دانا أشتاء نالك أحنا أكتر هذه المتلازمة لها علاقة بالاستفراغ المتعمد أو لما نخصب حالنا عشان القي لعدة أسباب فشو المصطلح أو التعريف العلمي لهذه الظاهرة هلأ أول إشي هاي الظاهرة سميت كذلك نسبة للدكتور اللي شرح جثة أحد الناس كانوا سهرانين في هولندا بالبلاط الملكي وبعد العشاء أكلوا كتير وشربوا آلكوهول كتير فراح متعود هو يحط أصبعه ويستفرغ فما كان عمره ينأزي بعدين بهذه الليلة صار عنده وجع كتير أوي بي صدره لما طنش الموضوع خلال ساعة كان متوفي فالدكتور هذا جاب الجثة وشرحها واكتشف أنه كان فيه تمزق بالمريء كل ياتهم يعني بيسموه يعني التمزق مش بس بطبقة وطبقتين من المريء تماما يعني كل المريء من تمزق مش فقط جدار مفتوح بضطت وجداره كامل مفتوح فسميت هذه الظاهرة نسبة لهذا العالم نعم طبعاً زي ما أنت حكيتي لها عدة أسباب بس والأكثر شائع منها هو التنظير يعني بيكون سبب أنه بسموه إاتروجينيك يعني أنه إشيء عمل للمريض أدى إلى تمزق المريء بالضبط محفز منها التنظير ممكن الولادة الطبيعية أنه الشد اللي كثير قوي إذا كان فيه مشكلة أصلاً بالمريء ممكن التشنجات يعني حالات نوبات من الصرع أو كذا تكون بقوة ممكن بلع المواد اللي بسموها مادة قلوية حمضية قوية أو يعني بالخطأ أدت لجرح المريء وكمان الارتداد المريء المزمن إذا غير الجدار المريء اللي يسمى بالبرت إيسوفيغاس اللي عندهم ارتداد ومتنشين وما بتعالجوا بيخرب الجدار بيصير شوي صلب نط إلاستك إنه بتمدد زي ما بده بسهولة لذلك القيء المتعمد بيؤدي ممكن بهاي الحالة لانفجار أو ثقب بالمريء نعم نحن بنعرف مرات دكتورة بعض أسباب حالات القيء المتعمد هو فيه أشخاص بخافوا من زيادة الوزن أو بيأكلوا بي شراها هل هناك علاقة أيضا مع حدوث أو ظهور هذه المتلات نعم أكيد هلأ فيه ناس ما بدهم ينصحوا فيه ناس أصلا عندهم سمنة عشان ينحفوا نعم وأنا كتير رب توصلني رسائل بشير تحكيلي أنه أنا أختي كانت تعمل هاي الشغلة وقعدت سنة ونص ومعمره صار معها إشي نعم فبكونوا هما مبسوطين وأنه متفكرين أنه الشغلة هاي عادي هلأ مش كل مرة بتسلم الجرة يعني مرة مشيت معاك مرتين سنة سنتين بس مرة من هاي المرات ممكن تؤدي للوفاة هلأ هي نادرة هي بتصير ثلاث حالات لكل مليون حدا ممكن أنه يصير معه هذا الثقب بالمريق لكن يعني نسبة الوفاة فيها كتير عالية نعم طب ممكن يكون في عنا أعراض الدل أنه في عنا مشكلة في المريق قبل حدوث لا سماح الله التمزق نعم هلأ المشكلة أنه أعراضه مش كتير واضحة يعني ممكن يجي بوجع كتير قوي بالصدر وممكن كمان أنه يجي بأحة ممكن النفس كتير ديئ بيصير فجأة طبعا إذا تعالش خلال أول 12 ساعة يعني نسبة نجاح العملية بتوصل 60-70% واتجزستل مش كتير عالية يعني في 30% ما بنفدوا منها وهذا إشي كتير رقم عالي يعني بعد 24 ساعة بتقل نسبة النجاح بعد 48 ساعة نسبة الوفاة بتكون كتير عالية فلذلك لازم أنه إذا حدا عمل هيك شغلة أو صار معه إشي غير العادة وشكة من أي إشي لو بسيط يتوجه للمستشفى أو للطوارئ أو للدكتور عشان يفحصون نعم بدي أبس أحكي نقطة دانا أنه في ناس تبعتلي أنه طبما أنا مرضطة بستفرغ ممكن تصير معي هلأ الاستفراغ العادي مش نتيجة المتعمد في فرق بينه وبين هاي هلأ ممكن يصير نعم ممكن لكن ليس مثل الاستفراغ المتعمد لماذا؟ الاستفراغ المتعمد يصير زيادة في الضغط بالمريق وهو عبارة مثل أسطوانة والعضلة الفوق المسكرة عند المريق التي تسكره وتفتحه لما بنبلع تتخربط تنعجئ لا تفتح يعني لا يعرف ما يعمل ينعجئ لا يعرف ما يعمل فالضغط كثير عالي لا تضغط من فوق لا تضغط من تحت ينفجر طب في بعض الحالات المحام عند المرأة الحامل يكون في عندها قيق هل هذا يعتبر برضه قيق متعمد أو ممكن يأثر على المريق؟ هلا زيه زي أي قيق عادي لمواحد مريض أو حامل أو كذا طبعا فيه نسبة خطورة بس مش عالية زي المتعمد مش عالية زي الأسباب اللي أدت أو حفزت المريق وعجأته هداك بيكون أنه صار عندها لاعية يعني بيكون أخف وقعه من المتعمد وفي حالات أيضا من تناول الكحول زي ما ذكرت تعمل اللي هو بيسموه أوفر اندولجنس بالالكول اللي كميات كبيرة من الكحول وبسيء قد ما بتدايع ويروحوا بيحطوا أصباعهم أو يحاولوا أن يستفرغوا عشان يريحوا حالهم يعني نعم طيب شو العلاجات إذن اللي بتكون مطروحة أمام المريض هلا بداية لازم التشخيص الصحيح زي ما حكينا يكون الدكتور عنده شك بيسموها low threshold للشك يعني من أي شيء بسيط من السيرة الذاتية تبعت المريض لازم يشك ويعمل اللازم يفضل أنه تنظير ما ينعمل لأنه لو كان ثقب صغير بالتنظير وبالنفخ وبتدخيل الكاميرا بيوسع الثقب ممكن نعمل صور طبقية ممكن نعمل صور شعاعية ممكن من السيرة الذاتية كمان الشغلة بتلخبط أنه مثلا المريض ما بيستفرغ دم فيه إشي تاني ممكن يعمل استفرغ دم إنه مالوري وايز كمان بيستي من القيام بنحكي عنها لقدام هنا ما في استفراغ دم دم ما في يعني ما بينجرح المريء مثلا وبيطلع بلا بس ما في دم بيروح كل ياته على الرئة عشان هيك بصير صعوبة بالنفس أو أحى وكمان لقدام من مضاعفاته يصير فيه التهاب بالرئة ممكن قيحي إنه إشي كتير كبير أو هوى على الرئة أو تلاقي مكونات الأكل يكون صايم بنحط له أمبوب بالأنف نعطيه سوائل بالوريد مسكنات مضادات حيوية كتير مهمة ببداية الكورس وبعدين التدخل الجراحي ممكن خياطة أولية ممكن خياطة بنحط عليها من غشاء البطل بسموها مانتال باتش ممكن نضطر نستقص الجزء إذا صار فيه غرغرينة يعني في عدة يعني أبروتشز أو يعني اقتراب منها جراحية نعم طب إذا نتحدد إنه الشخص إذا غير من أسلوب حياته أو هذه العداد ممكن ممكن تختفي الأعراض ولا الضرر اللي صار بيكون صعب إصلاحه هلأ إذا ما كان واصل لمرأة اللي بيستفرغ كتير أو عنده ارتداد مريئي ومش معالش حال إذا ما كان واصل لمرحلة بارت نعم أجمل يعني بتحسي زيك إنه عمره ما صار إشي معاه بتحس أنه بروح بس إذا كان واصل لمرحلة بارت فإحنا لازم نتدخل ولازم إنه تريفيرست وينيد تنقص هذا الجزء الخربان الموجود بالمرئ عشان يرجع لحياته الطبيعية في ناس للأسف إنه بتفاقم عندهم الموضوع بحالة نفسية يعني في كتير ممثلات من هوليوود مشهورات كانوا محافظين على وزنهم ظلهم يستفرغوا فهذا بقلب كمان بيصير على موضوع مرض نفسي نعم بالنسبة للتنظير أو الاستخدام المنظار هل يعتبر أمر محفظ بكل الحالات ولا في حالات معينة في حالات ممكن إنه نضطر نلجأ للتنظير بس إنه ويهف تو بي أكسترا كوشس يعني كتير حذرين بالتنظير لأنه يفضل زي مقلت لك إذا كان ثقب بسيط إحنا ممكن نوسعه أكتر لما ندخل الكاميرا أو المنظار نعم طب في حالات زي ما حكيت في حالة ثانية بيصير في عنا خروج الدم أثناء القي شو تسمى هذه الحالة؟ اسمها مالوري وايز تير هاي بتصير كمان مزع بس مش لكل الطبقات وبتكون أقرب للمعدة مش بالمريء فهاي بيصير فيها استفراغ دموي كمان نفس الإشي برضو متعمد إلى علاقة بالقيء المتعمد إلها علاقة طبعا طبعا إلها أسباب ثانية من تقرحات أو كذا بس كمان ممكن تيجي نتيجة للقيء المتعمد يعني للقيء المتعمد له كتير مضار نصيحة أخيرة منك إنه إذا إنسان شايف حاله اللي ما بده ينصح اللي مثلا عنده ارتداد مريئي مزمن وتاركو يعني دايما يلجأ للمساعدة ببدايات الموضوع قبل ما يدفع لأنه فيه أمل أكتر نعم منتشر ما منقدر نحكي منتشر بشكل كتير كبير زي ما حكيت ثلاث أشخاص لكل مليون مليون نعم لكن موجودة موجودة طبعا إذا ما عملت وفاة تعمل المشكلة بالارتداد المريئ لأنه تخرب الصمام والارتداد المريئ تصبح المضاعفات فجائية نعم شكرا إليك دكتورة رغمي أعطيك ألبا شكرا إليك الله يعافي شكرا إليك